أعلن الجيش السوري وقف الأعمال القتالية في المنطقة الجنوبية المحاذية للحدود مع الأردن والتي تضم درعا والقنيترا والسويداء حتى منتصف ليلة الخميس المقبل في غضون ذلك تعيش قرية جابر الحدودية شمال المملكة حالة من الرعب والفزع نتيجة استمرار سقوط القذائف بشكل عشوائي وشبه يومي على البلد من الجانب السوري الذي يشهد نزاعا مسلحا قرب الحدود الأردنية منذ أكثر من سبعة عوام مراسل رؤية زار المنطقة الجنوبية وعاد بالتقرير التالي على بعد بضع كيلومترات من الحدود السورية سقطت صواريخ ألقتها طائرات حربية سورية في ساحة جمرك حدود جابر على الجانب الأردني فالقضائف تتخطى الحدود بين الجارتين منذ سنوات والجديد هنا معرفة هوية مطلقها كل هذه الشقوق والتصدعات برأي صاحب المنزل عائدة للهزات والأصوات التي تصدرها قضائف تطلقها طائرات حربية البيت عندي كله تصدع حتى السطح سمعت صلت عني بالشتاء ينزف علي مياه المياه نزلت مع الأبريز وطفت عندي الكهرباء وأكثر اللمبات والنيونات كلها احترقت والتلفزيون والثلاجة والغسالة وكلها احترقت من المياه التي نزفت من السطح إلى مع الأبريز على أرضية البيت في ساعات النهار وأناع الليل لا يسمع هنا في قرية جابر سوى صوات الرصاص ودوي القنابل والمشهد وفق لقاطنيها أصبح شبيها بفيلم رعب يعيشونه يومياً قذيفة داخل الجمرق بعد أننا تقريباً 300 متر قذيفة نتفرجنا على النيران لما ولعت داخل الحدود لو صارت القذيفة داخل البلد يقولوا احنا ضربنا بالغلط وتروح بيها بل يطب عنده القذيفة ويروحوا أهلا ويقولوا راحتها يضربة الروس ويتأسفوا وتروح بينا بالليل أنا يتهزي السواريخ وخافوا ظلفتش وظل الطيران ناكسوفاً وظل داتة هسهز مسرح حدودي مفتوح على أزمة متصاعدة وقلق الأهالي في جابر يتزايد مع سقوط قذائفة بالقرب منهم حمز الشوابك رؤيا